شكرا للمشاهدة Aujourd'hui في fórum جيومتريك كيف شهرتنا درسنا اليوم من الاشكال الهندسية طريقه ponto الروم صلع موسيقى موسيقى درacji موسيقى 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 لكن قبل نبدأ نضرع رجز السبب لتحمل معا فيروس معا فيروس إلا دارسنا. في عنا سيركل في عنا تريونجل. تريونجل هو المثلث. المثلث مؤلف من ثلاث اضلاع اللي هني A, B, S, B, C مثلما شاهدون بالصورة ومؤلف من ثلاث زوايا. وفي عنا أنواع من المثلثات. بعض المثلثات بكونوا الاضلاع على بعضهم يعني A, B, C, B, C وفي مسلثات بكون ضلعين على بعضهم A, B, C وفي مسلثات بكون كل الاضلاع مختلفين عن بعضهم. الريكتونجل هو المستطيل المستطيل مؤلف من أربع أضلاع مثل ما شاهدت هنا A B B C C D A D كل أشطين متقابلين قد بعضهم يعني A B C C 0.4س و A D C C 3.8س هو مؤلف من أربع أضلاع كل أشطين متقابلين قد بعضهم وهو مؤلف من طول و من عرض هلأ مشكلنا ننتهي للكرية الكرية مؤلف من أربع أضلاع وكل الأضلاع بالكريه أد بعضهم كل الأضلاع بالكريه أد بعضهم كل الأضلاع بالكريه أد بعضهم يعني هون لدينا دعونا ننتقل إلى السيركل السيركل هو الدائرة لا يوجد أضلاع هناك مركز للدائرة هناك مركز للدائرة هناك شعاع والديامتر 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 يساوي 2 ريون وإذا أضعنا نقطة كما ترى على السيركل كلهم يبدوا نفس المسافة عن المركز الآن ننتقل إلى الأنجل هناك الأنجل أقوى الأنجل أقوى الأنجل أقوى قلنا أنه أقل من 90 درجة الأنجل الدرواء هي 90 درجة والأنجل أقوى أكثر من 90 درجة يعني عندنا الأنجل الدرواء التي تكون هي 90 درجة أما إذا أقوى هؤلاء واحداً الآن الكثير كانوا متعمدين في شكلوا زاوية 90 درجة أما إذا التقوا هذا الخطين هو إليه في شكلوا زاوية تكون هذه الزاوية أقل أو أكثر من 90 درجة يعني إذا كانت أقل من 90 درجة كل ما رأيت بها أهم بتكون أنجل أقل من 90 درجة أما إذا كانت أكثر من 90 درجة فستسمية أنجل أوبتور هذه الصورة تشكله 45 درجة يعني أقل من 90 درجة في هذه الصورة تقوم الخطين تقوم هنا بشكل يسمينه هنا نتصرف كذبان تقوم بشكل فشكله زاوية عمل أكثر من 90 درجة عمل أكثر من 90 درجة هذه العمل الأعلى يسميه بالعربي الزاوية المنفرجة التي تكون أكثر من 90 درجة الآن ننال نبدأ عن الدروائر م���اشر خطين هنا السفاق مثل الطلس دروائر يعني متوازين متوازين مع بعضهم يعني ما يلت repetition وإذا كانوا تلك خطين Warm ascent كما تتواسين فممكنك ذلك اللقاعل الإطليق بكتاب اما اذا التقوا هذه الخطة التقوا بنقطة وشكلوا زاوية 90 درجة كما ترى هنا فهنا الابي التقى مع السيدي وشكل زاوية هذه الزاوية كانت 90 درجة 4.2 دقري فساعتها من قول انه هذه الدو كو تي دو دروات بربوندو كيلار يعني تعامدوا مع بعضهم دو دروات بربوندو كيلار اما اذا التقوا مع هذه الصورة مثل ما شاهدون هون بهذه الصورة الابي سي التقى مع الابي بالنقطة ا فهنا بصير عنا دو دروات 50 يعني هنا التقوا مع بعضهم بس مش مشكل بربوندو كيلار بشكل التقوا مع بعضهم بس شكلوا اربع زاوية اثنان دروات اقو واثنان دروات اوبتو يعني اثنان دروات اه اثنان انجل اقل من 90 درجة واثنان انجل اقل من 90 درجة هلا في عنا هيدا الدو فور بكون تعملو بالبيت بعتولها المعلمة في عنا الدروات اللي موجود هون اللي هو دي ان وفي عنا بوان هي لبوان ا حطيناها بعيدة عن هذا الخط فانتو بتكون تشكلوا تريونجل من هذا الخط بتكون تعملوا دي كوتي تعملوا دي كوتي ويتصلوا بهذا الخط لحتى يشكلوا تريونجل لحتى يشكلوا مسلس وبدون ينطلقوا وهو دي اتناك كوتي من البوان ا هلا قبل ما اختم بدي اتمنى تكونوا فهمتوا درس منيح بتطلب منكم شغلي مهم كتير ضرورة المحافظة على التبايع الاجتماعي وارتداء الكمامي اللي تحموا حالكم من فيروس كورونا هلا اسمحوا لي لكم اوفوار اوفوار